مع تزايد ترقب الأوساط الإيرانية للتعينات المرتقبة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تتصاعد المخاوف من تصاعد الصراع في المنطقة لسيما فيما يتعلق بعلاقته بإسرائيل والتوجهاته المتشددة تجاه إيران فمع ترشيح شخصيات الرئيسة لمناصب حساسة كالخارجية والأمن القومي وأمن الحدود تستعد إيران للتعامل مع سياسة ترامب التي من المتوقع أن تنحاز بشكل أكبر للصالح إسرائيل وتدعم مواقفها الحازمة ضد النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط تأتي هذه المخاوف على خلفية نهج ترامب المتوقع في إعادة فرض عقوبات صارمة على إيران وهي خطوة من شأنها تصعيد التوترات وتهديد الاستقرار الهش في المنطقة وقد أبدى ترامب خلال ولايته الأولى ميلاً لاتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران بدءاً من انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018 واغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني إلى جانب فرض عقوبات اقتصادية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني ما زاد من معدلات التضخم وأضعف العوائد الحكومية تدعم هذه السياسات رغبة ترامب في تحزيز التحالفات الخليجية في مواجهة إيران إذ يترقب أن تساهم بيعات الأسلحة المتزايدة لدول الخليج في رفع قدراتها الدفاعية ولكن بالرغم من هذه التوجهات المتشددة يبرز تخوف آخر لطهران يتمثل بالدعم المطلق من ترامب لسياسات إسرائيل وهو ما قد يفتح مخاوف نشوب مواجهات واسعة في حال دعمت الإدارة الأميركية الجديدة أي تصعيد إسرائيلي ضد إيران